بهدف إطلاق مشروع حماية التنوع البيولوجي بالحظائر الثقافية بالجزائر وتطويره ركز المشاركون باليوم الدراس الوطني للمحافظة على التنوع البيولوجي الذي احتضنته ولاية عامة على برامج التنمية كما أبرز الخبراء والأساتذة أهمية التركيز واستقلال برامج التنمية بالولايات التي تحتضن الحظائر الثقافية الخمس بالجزائر كآلية مثلاء لدعم وإطلاق هذا المشروع وإنجاحه بعدما طلقنا على الجانب الأثاري والتراثي والأنتروبولوجي الخاص بالتراث والإقليم فيها عمل تقني يقدمه الباحثين من عدة جامعات ومختصين في مجال حماية التنوع البيولوجي انطلاقا من الجل والدراسة إلى إيجاد حلول تقنية لعملية الحفظ والحماية من أجل تجسيد نشاطة المشروع ومن تضمن حماية التنوع البيولوجي وهو ذو أهمية عالمية فهو مشروع شاركة دولية من الدولة الجزائرية والصندوق العالمي للبيئة من أجل حماية وحفظ الجزء من التنوع البيولوجي العالمي كما حث المشاركون من جمعيات وباحثين وأساتد جامعيين على إعداد مخطط تهيئة للحضائر الثقافية على ضوء نتائج المرحلة الأولى التي تحققت من المشروع مؤكدين في الوقت نفسه أهمية تضافر الجهود قصد تحقيق التكامل بين الحضائر وإعطاء الفرصة للطلبة والباحثين الجامعيين لاستقلال نتائج المرحلة الأولى وتكوين العصر البشرين المسير لهذه الفضاءات الثقافية الطبيعية من خلال اكتساب معارف علمية تساعد على كيفية التعامل مع التنوع البيولوجي للإشارة فإن أشغال هذا اليوم الدراسي الذي ينترج في إطار إطلاق المرحلة الثانية من مشروع المحافظة على التنوع البيولوجي للأهمية العالمية والاستعمال المستدام لخدمات الأنظمة الإيكولوجية في الحضائر الثقافية في الجزائر عرفت إقبالا نوعيا من طرف المهتمين بهذا المجال والذين أجمعوا على أهمية المشاريع المصغرة لفائدة السكان المحليين القاطنين بالحضائر الثقافية واستعمال رواد السياحة الإيكولوجية كمرافقين فعليين للمشروع